28 عاما يؤلف في كتابه الخالدون المئة وبعد أن تم أعلن في محاضرة له في لندن عن أعظم شخصية في التاريخ وكان الجمهور يقاطعه بالاحتجاج والصراخ كي لا يتم حديثة الذي قال فيه وقف الرجل في قرية صغيرة في مكة قال للناس فيها أنا رسول الله إليكم جئت لأتمم مكارم الأخلاق فآمن معه أربعة زوجته، صاحبه، وطفلان ثم قال مايكل هارد الآن بعد مرور ألف واربعمائة عام عدد المسلمين تجاوز مليارا ونصفا وكل يوم في الزياد فلا يمكن أن يكون كذبة لأنه ليس هناك كذبة تعيش ألف واربعمائة سنة ولا يمكن لأحد أبدا أن يخدع أكثر من مليار ونصف ثم قال أمر آخر رغم مرور هذا الزمن الطويل هناك الملايين من المسلمين مستعدون للتضحية بأنفسهم في سبيل كلمة تمس نبيهم فهل هناك مسيحي واحد أو يهودي واحد يفعل ذلك من أجل نبيه أو حتى ربه؟ إنه أعظم الشخصية في التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم بعدها ساد صمت الرهيب إجلالا لسيد البشر صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر